بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نكمل مع مقرر ميكانيكا المواقع الثنين، الدرس الأول Pipe Networks، الدرس الثاني كنا قد وصلنا في المرة الماضية إلى إجاد علاقة بين الheadless تساوي hydraulic resistance في Q تربيع هنا راح نوضف إن شاء الله connection of two pipes بداية in series ثم in parallel فهنا راح نوجد إن شاء الله علاقة ما بين أو تمثيل ما بين الماء والكهرباء أو المواقع والكهرباء فهنا راح ناخذ إنه H تساوي delta V and Q تربيع يساوي I فتصبح إذن العلاقة بالنسبة للكهرباء delta V تساوي R I في المواقع H تساوي R Q تربيع ففي الحالة هذه الحالة إنه يكون عنا two pipes in series هنا عندي characteristic حقية البايب طوله L1 friction F1 and diameter D1 والثاني البايب الثاني طوله L2 friction F2 and diameter D2 هنا عنا تدفق الماء بدي شارج Q1 ثم في البايب رقم 2 يصبح لي Q2 فلو عادلت الأمر هذا مثل الكهرباء فتصبح عندي first resistance second resistance من هنا إلى هنا عندي delta V1 ومن هنا إلى هنا delta V2 فلو أخذت أيضا بالنسبة للماء عندي هنا H delta V زي ما قلنا تساوي head plus 1 1 وهنا تساوي head plus 2 فلو عادلنا الأمر هذا مع الكهرباء يعني H يعني head plus 1 هي قلنا هي تساوي delta V أو يقع تمثيلها delta V1 head plus 2 هي قع تمثيلها delta V2 فنعرف انه ايش انه هنا delta V مجموعة ضمن الاثنين تساوي ل delta V1 plus delta V2 نفس الشي هنا بالنسبة للماءة الheadless بالنسبة للtwo pipes فنضيف هنا two pipes رح يصبح لي ايش headless 1 plus headless 2 زي ما هو موجود عنا في المعادلة أيضا لو أخذت هنا الكهرباء I1 I2 I2 فرح نعرف انه الكهرباء I2 يساوي I1 يساوي لو تنسمي هذا I3 قلنا ايش انه I يقع تمثيلها بالQ فإذا الQ تساوي Q1 تساوي Q2 وهذا طبيعي جدا بإنسبة لتدفق لانه لو تدفق الماء من البايب واحد فعندي conservation of mass رح يساوي تدفق Q2 لانه لما يدخل الماء بـ discharge Q1 يخرج ايضا بـ Q1 اللي هي سمينها Q2 فإذا هنا المهم بالنسبة لي بعد التمثيل انه يجاد انه الـ discharge متساوي في series والـ headloss يقع إضافة الأول مع الثاني عشان نحصل الـ headloss في الـ two pipes نفس الأمر هنا بالنسبة للـ parallel فبالنسبة للـ parallel هنا واضح انه الـ discharge Q يتقسم على اثنين Q1 and Q2 فتصبح الـ discharge Q تساوي Q1 plus Q2 بالنسبة للـ headloss لو أخذنا مثال الكهرباء هنا نفس الشي first resistance R1 second resistance R2 نفس الشي هنا نمثلها بالنسبة للماءة الأول والماءة الثاني نعرف انه إيش؟ انه هنا النقطة هذه واحد والنقطة هذه اثنين نفترض النقطة هذه هي ثلاثة والنقطة هذه هي أربعة فنعرف انه delta V1-2 تساوي delta V1 مرور بالنقطة ثلاثة اثنين تساوي ايضا delta V1 مرور بالنقطة أربعة اثنين فهنا بما انه delta V وقع تمثيلها بإيش؟ بالـ headloss فأيضا headloss تساوي headloss عن طريق الـ pipe 1 تساوي headloss عن طريق الـ pipe 2 هنا نكون خلصت المحاضرة هذه أود طرح السؤال قبل إنهاء المحاضرة في الـ parallel pipes هل انه الـ headloss تنظاف headloss 1 ما headloss 2 عسى نطلع الـ headloss في الـ two pipes أو متساوي السلام عليكم ورحمة الله